قبل أيام بسيطة مع هذا التغير الذي حصل في العالم والعولمة والتبدل للحضارة الذي حصل في العالم نجد نتنياهو يرفع خريطة جديدة لشرق الأوسط خريطة تصل حدودها إلى العراق وبالمناسبة ما كانت خريطة إسرائيل كبرى لا إسرائيل كبرى كانت رؤيتها لما أسماها دول الشر اللي يعتبر إيران والعراق والشوريا واللبنان والفلسطين وهذا ما يسمي ودول النعمة عقيديا الدولة اليهودية من أين إلى أين عقيديا هذا ما يدرسونه ويعملون عليه لا سيما أن الحكومة الحالية هي حكومة اليمين المتطرف التي تحاول جاهدة أن تعزز أو تذكي الجانب الديني والعقدي لدى الداخل اليهودي في مستقبلها أقول جناب الضيف من بيروتية تحدث عن لبنان آمنة قبل أن يوجد حزب الله ألا يعرف جناب الضيف أن قبل 82 كانت بيروت مستباحة وكل أراضي لبنان مستباحة حتى تم تحريرها بعد ذلك نحن نواجه قصتيا القصة الأولى عقيدية التي تمثل أن القصة الأولى آسف أستاذ عقولي القصة الأولى عقيدية تتمثل فيما يرى وهذا جزء كبير وأنني كان ذكي جدا أن الحرب الشيعة وإيران ضد الكيان أم العرب وإيران ضد الكيان وإيران ضد الكيان وإيران ضد الكيان